ترأس سمو الشيخ منصور بن زايدان انهيان نايب رئيسه مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عقد في العاصمة بوظبي حيث جرى خلالهم نقشة عدد من المبادرات الحكومية والتشريعات والسياسات الهدفة إلى دعم منظومة العمل الحكومية والاستمرار في تطويرها بما يتوأم مع الولويات الحكومية للمرحلات القادمة ناقش المجلس ايضا عدد من السياسات واللوايحي كاللايحة الوطنية للبناء للدولة والادلة المرتبطة بها والسياسة الوطنية لتعزيز انماط الحياة الصحية في الامارات ومبادرة الصحة الذكية الشاملة